طيب خليني أتكلم مع حضراتكم على أبرز الأمور التي تتعلق بالفريق خليني أفكر حضراتكم الأول بقائمة الأهلي للمبارات النهاردة في حراسة المرمى محمد الشناوى علي لطفي ومصطفى شبير في خط الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وبدر بنون وافد الأهلي الجديد وفي خط الوسط حسين الشحات عمر السلية محمد مجدي أفشة جيرالد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر اللي شارك في المباراة الأخيرة وأدى بشكل جيد وقهربة وحمدي فتحي وفي الهجوم كل منا مرور محسن وصلاح محسن ومحمد شريف العائد من الإصابة بكورونا الحمد لله على سلامته وبالمناسبة ممكن النهاردة يكون لي دور في مباراة اليوم في ظل القناعة التامة من الجهاز الفني بإمكانياته ولعب مميز جدا في الحقيقة طيب بيجيب على النادي الأهلي كل من أحمد رمضان بكا ووليد سليمان وأليو ديانج بسبب كورونا ونسبة ووليد سليمان أنا عايز أطمن حضراتكم على اللاعب اللاعب حالته مستقرة وجيدة لسه عينته إجابية النهاردة عمل مسحة جديدة من حوالي نص ساعة قبل دلوقتي النتيجة بتاعتها هتطلع بكرة بإذن الله تعالى عشان يطمن أكتر على وليد سليمان حالته كويسة مش عايز الناس تقلق عليه طيب فيما يتعلق بأليو ديانج لسه برضو نتيجته إجابية لكن حالته في تحسن مستمر أحمد رمضان بكم كذلك لكن أحمد ياسر ريان خلاص اللاعب شوفيا تماما من كورونا وعينته تحولت من إجابية سلبية حمد الله على سلامته وإن شاء الله يكون إضافة لقايمة الفريق خلال الفترة اللي جاية من ضمن الغيابات كمان النهاردة جونيور أجايب سبب الإصابة اللي كانت في الكحل في مباراة الزمالك في نهائي دوري أطال أفريقيا إن شاء الله يعود سريعا وينضم التدريبات الجامعية مع المجموعة في القريب العاجل